منتخب مصر يحقق فوز تاريخي على منتخب اسمانيا اتنين واحد ويصعد الى دور التمانية كمتصدر للمجموعة منتخب مصر قدم مباراة كبيرة مباراة تاريخية وللتاريخ منتخب مصر ما كناش متخيلين بعد التعادل مع الدومينيكان ان منتخب مصر يعود بفوزين وبالذات على اسمانيا انك تفوز على اسمانيا وتفوز كان اتنين صفر وكان ممكن تجيب التالت وتبقى ثلاثة صفر واربعة صفر وفي اخر اللحظات يجيبوا هدف عشان يبقى النتيجة اتنين واحد منتخب مصر يصنع التاريخ هتكلم عن المباراة ونجم المباراة الاول بلا منازع ابراهيم عادل صاحب الهدفين وصاحب الاداء الروعة النهاردة ابراهيم عادل افضل لاعب في المباراة ابراهيم عادل عنده كل الحلول بهدفين اهلا من بعض يقود منتخب مصر للفوز اتنين واحد على الاسبان في مفاجأة من العيار التقيل هتكلم عن مين هنلاعب مين في الدور التمانية كل ده نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وندعي اخواتنا في فلسطين ويلا بينا نبدأ الكلام زي ما قلتلك منتخب مصر حقق معجزة وحقق فوز تاريخي على منتخب اسبانيا بطل اوروبا ومنتخب اسبانيا حتى لو كان المنتخب الولمبي فهو منتخب قوي وقوي جدا جدا منتخب اسبانيا اللي داخل بست نقاط المباراة مصر باربع نقاط قدر يفوز ويتصدر المجموعة في مفاجأة ليه انا شخصيا ولكل المصريين احنا بعد تعادل الماتش الاولين قلنا خلاص بقى ايه حلم ورقنا وشكلنا كده ايه هناخد صفر في التلات ماتشات ونرجع على بلدنا ويا درما دخل اكشار لكن منتخب مصر تماسك وكانت حمى البدايات والبداية ما كانتش كويسة يعني مصر لو كانت بتلعب الدومينيكان في المباراة التالتة او التانية كان ممكن تفوز عليهم فوز كبير الحمد لله فوز مستحق منتخب مصر اللي النهاردة شايف ان نجم اللقاء هو ابراهيم عادل بلا منازع ابراهيم عادل اللي عمل كل حاجة في الكرة النهاردة قصة ما فيصل عمل المباراة جيدة زيزو عمل مباراة يعني على غير اللي فاتت واللي قابليها يعني افضل من المباراة اللي فاته ولكن ابراهيم عادل قول زي ما انت عايز تقول المفروض يعني الناس بتتكلم على ابراهيم عادل وزيزو المفروض ان يزيزو اللي يعمل الكلام ده انا جايبها عشان تعمل انت الكلام ده لكن ابراهيم عادل موجود وقدر يعمل الكلام ده يحرز هدفين الهدف الاول عالمي والهدف التاني برضو جميل وكان موكم يجيب الهاترك لكن لعبها وحش قوي وكان ممكن نجيبي الانفراض اللي في الاخر ده لكن بالمناسبة احمد ابن اختي وواحد صفر قال لي هنكسب اتنين واحد توقعاته معايا ببتخيبش انا ابتديت خاف هي بتخاف منه الحمد لله هنلاعب مين بقى يعني بقى الاداء ده ان انت شوت اول انت شريط عجون اكتر انترجت اتنين من سبعة هم واحد من تمانية مشكلة بس يعني احنا بنحب مفخم من المنتخبات الكبيرة اللي هو لا ده هما كانوا حسن منا لا هما كانوا حسن منا احنا النهاردة كلناهم كلنا اسبانيا النهاردة وكنا افضل طول المباراة من اسبانيا والنهاردة بعد الاتنين صفر انت اصلا كنت تتلاعب باسبانيا واستهترت وكان ممكن تجيب تلاتة واربعة هنلاعب مين اقولك تعالي بقى عشان اقولك هنلاعب مين احنا مجموعة سي هنلاعب المجموعة دي المركز التاني في المجموعة دي على المتصدر انها في المجموعة دي اللي فيها اليابان اوروجوي ومالي ويجي فيها الكيان او بلد الاحتلال طيب المتصدر اليابان ست نقاط اوروجوي تلات نقاط مالي نقطة اللي ما يتسموش نقطة مين هيلاعب مين اليابان هتلاعب الي ما يتسموش طيب كده كده متصدره لو تعادلت خلاص صعدت اول او كسبت انا متوقع ان اليابان هتكسب تعالى بقى لأوروجوي ومالي اوروجوي ومالي الي هيكسب المباراة يعني اوروجوي عندها حصوصيا انها تكسب او تتعادل المالي ما عندهاش غير انها تكسب فانا اتمنى ان احنا نلاعب مالي في دور التمانية او برضو يعني اوروجوي مش وحشة لكن كده كده اليابان بعيدة عندنا ان شاء الله لان هي متصدرة وخلاص تصدرت المجموعة فدور التمانية في الامكان مالي او اوروجوي في الامكان ان شاء الله ان شاء الله منتخب مصر يسعد للدور قبل النهائي وللأ للنهائي نلعب على مدالية اول او تاني او تالت مهمة اوي اوي بس نخدها ستيب باي ستيب اهم حاجة دور التمانية ونلعب بنفس المستوى وبنفس التركيز عندنا حارس عالمي حمزة علاء الدفاقة بتاعنا عايزة تزبط نص الملعب بتاعنا كويس ان اني عامل مباريات رائعة اني بالنسبة مضى للجزية الامراطي وانا كاهلاوي كنت اتمنى ييجي الاهلي مبروك الفوز التاريخي يا مصر فيه مطش كمان شواء عايش زي ما نشتغل المغرب والعراق اللي هيفوز منهم حيصعد كل التوفيق للمغرب او العراق دولتين عربيتين اللي هيكسب هنقوله مبروك اللي هيخسر هنقوله هارد لك وعايزين تشر يعني اللي هيصعب منكم يشرفنا وان شاء الله نصف نهائي يبقى فيه اتنين عرب وليه لا لايكاك الجميل وشرك الجميل ودومتم فيه امان الله السلام